اشتركوا في القناة المفاهيم سهلة على أي شخص يشاهد هذه الحلقة هذه المفاهيم مهمة ورح أجعلها على عدة حلقات من ضمن هذه المفاهيم البقاء للأصدح اللي هي حلقة دوم مفاهيم أخرى سوف أتطرق لها بالتفصيل كل مفهوم إلى حلقة أو حلقتين مثلا سلم الاعتقاء مثلا حلقة عن الحلقات المفقودة حلقة عند التطور العشوائي أم غير عشوائي حلقة عن هل أصد البشر بالفعل قرود حلقة عن الفرق بين قصة الخلق كما موجودة في الأديان ونظرية التطور حلقة عن التصميم الذكي حلقة هل التطور أخلاقي أم غير أخلاقي هذه المفاهيم جدا مهمة من أجل أن يكون المشاهد والمستمع ملم بنظرية التطور بكل جوانبها إذن حلقة اليوم عن مفهوم جدا أساسي بنظرية التطور اللي هو البقاء للأصدح راح نتحدث عنه اليوم بالتفصيل لدرجة ما أعتقد أنه بعد أن يشاهد شخصها الحلقة سوف يكون عنده هذا المفهوم بغموض أو غير واضح البقاء للأصدح هذه العبارة هي من أكثر العبارات الشائعة في نظرية التطور عندما نسمع البقاء للأصلح سوف نتخيل بأذهنة انقضاض أسود على الغزلان هجوم ذئاب على فرائسها تصادم قرون قرون الأغنام بغضب مع بعضها البعض وهكذا دائما يخطر إلى باننا هذه الصور بالتالي سوف نصبح معتقدين أنه هو هذا النظام الوحيد الأوحد اللي موجود في الطبيعة فالأقوى هو فقط من سيبقى على قيد الحياة والأضعف ينتهي الطبيعة حمراء الناب والمخلب هكذا يقولون هكذا سوف نتصور إذن هذا المفهوم سوف يظهر لنا عالم الطبيعة متمركز كليا على المنافسة والمنافسة الدامية فقط لكن لو نظرنا للأمور من زاوية أخرى غير هذه الزاوية سنجد أن هناك عوالم كاملة من العلاقات النباتية والحيوانية لا تهيمن عليها المنافسة العنيفة كما نصورها عندما نسمع مفهوم البقاء للأقوى أو للأصلحة نعم معظم الحيوانات لا تتدخل في شؤون الأخرى لا سيما إذا كانت تسعى خلف مصادر غذائية مختلفة أيضا هناك علاقات تكافلية أصلا تكون فيها التداخلات بين الأنواع ذات فوائد متبادلة بين النباتات وبين الحيوانات وبين الحيوانات مع بعضها البعض إذن عندما كتب دارون سنة 1872 يعني بعد تقريبا 13 سنة من كتاب أصل الأنواع كتب عبارة مهمة يقول أن حفظ تلك التبايونات الفردية المفيدة ثم إبادة الظار منها هو ما سميته الانتقاء الطبيعي أو البقاء للأصلح طبقا لكلام دارون هذا نستفاد منه أنه البقاء للأصلح هو نفس الانتقاء الطبيعي نعتبرهم في الحالة شيء واحد فعليا كلاهما البقاء للأصلح والانتقاء الطبيعي يخبراننا بأنه في أي مجتمع أحيائي يميل الأفراد الذين يمتلكوه خصائص ملائمة مع من؟ مع بيئاتهم يجب أن يمتلك الكائن الحيائي خصائص ملائمة مع بيئاته هذا سوف يميل إلى البقاء بالنسبة أكبر من أولئك الكائنات الحية الذين يملكون خصائص ملائمة مع بيئاتهم سوف تؤدي بهم إلى خطر الموت نفهم من هذه العبارة ومن كل نظرية التطور ومن كل كتب دارون أن دارون لم يحدد الصفات التي غالبا ما تقوم يعني عندما نسمعها نربطها مع فكرة البقاء للأقوى أو للأصلحة مثلا القوة المفرطة مثل العضلات أو الذكاء أو الأجنحة أو السرعة أبدا لم يتطرق إلى هذا شيء دارون أبدا لم يشر دارون إلى أي من الخصائص معينة مثل العضلات الضخمة مثل أسنان الأنياب السرعة من أجل أن يقول هاي ممكن ننقيسها كصلاحية لكال الحي أبدا لا توجد أي صفة جسدية لا توجد أي قدرة معينة تجعل شكل من أشكال الحياة أكثر صلاح في كل بيئة أبدا وفي هذه الحلقة سوف أضرب أمثلة كثيرة من أجل أن يكون هذا المفهوم واضح جدا مثلا تشتهر في نيوزلندا أحد الأنواع الأسماك التي تكون صاحبة زعانف طويلة جدا موجودة في بحيرات نيوزلندا هذه الأسماك خبيرة جدا في التقاط العسوبات والقواقع والأسماك الصغيرة التي تعيش في نفس المحيط في نفس البحيرات لدرجة أنها عندما تستهلك الأسماك الصغيرة والإعسوبات والقواقع تنتفخ فيصل وزنها إلى 36 كيلو بفعل الرفاه الذي تنعم به هذه الأسماك الكبيرة في البحيرات وهذه البحيرات لا يوجد فيها حيوانات مفترسة بالتالي سوف تصبح هذه الأسماك ذات الزعانف الطويلة هي سيدة البحيرات في نيوزلندا مياه نقية باردة لكن قبل أن تصل هذه الأسماك إلى هذه البحيرات وتصبح ملكة هذه البحيرات وتتمتع ابن عيم لازم عليهم أولا القيام برحلة مجازفة جدا يجب أن يقومنا بهجرة محفوفة بالمخاطر من المكان الذي تم تفقيسهم به أين؟ في المحيط الهادي ثم يذهبنا عبر أراضي يابسة تقريبا طينية إلى البحيرات يجب أن يراونا خلال أراضي جافة وبوجود فطرات الجفاف التي تحدث بين فطرة وأخرى فأنه معظمها يبقى عالق وينتهي وقسم يبقى متقوقع فيه مكانه في المسطحات المائية لكن معه طول أولى الأمطار حتى دون المعدل المناسب أو المطلوب تصبح هذه الجثث نسميها الجثث الراقدة سوف تنحدر إلى البحيرات وتصبح ملوك في تلك البحيرات بنيوزلندا إذن لاحظت المخاطر التي قامت بها من أجل أن تصل إلى هذا الرفاه التي وصلت إلىه وكم عدد الذي انتهى منها أما بالنسبة للبشر عندما نأتي على ذكر البشر نعتقد أحيانا بأنهم في مأمن من كل أسوة الطبيعة البشر يعيشون في كل مكان بالجبال، بأفريقيا، بآسيا، بالأدغال، بالأحراش عندما أقول قصوة الطبيعية يعني الضغوط الانتقائية التي يجب أن يحتملها أي شكل من أشكال الحياة من أجل أن تبقى على قيد الحياة هذه الضغوطة الطبيعية فالإنسان يعني يعتبرون أنه بمأمن من الضغوط الطبيعة بسبب تفوق بالمعيشة في أي مكان في هذا العالم لكن مع ذلك عندما تنظر إلى الأطفال حديثين الولادة ستجدهم غير قادرين على السير غير قادرين على المشي ولا على الزحف ولا يمتلكون أي أسنان ولا يمتلكون أي مخالب ولا أي شيء آخر وليس لهم قدرة على البقاء قادرون فقط على شيء واحد رضاعة الحليب من صدور أمهاتهم وهنا بالفعل سوف تكون هناك العديد من الضغوط الانتقائية التي يمكن أن تقتلهم تقتل ذريتنا بكل بساطة بسرعة عند الولادة لماذا؟ لأنه نحن بني البشر أعجز أو يعني بما معناه أضعف الحيوانات المعتمدة كليا على أمهاتنا وأبهاتنا آباءنا وأمهاتنا إذن ما يميزنا كنوع نحن البشر ما هو امتلاكنا للدماغ وليس للقوى العضلية أبدا لذلك مصطلح البقاء يعني بالنسبة للفرد الواحد أنتم تبقى على قيد الحياة طيب مصطلح البقاء ماذا يعني بالنسبة للأنواع يعني بالنسبة للنوع إنتاج عدد وافي من الأفراد الناجين لفترة كافية تمكنهم الإنتاج الضرية أكثر قادمة ربما تكون الفترة أطول من ذلك من أجل أن تضمن الحماية وبقاء النوع لهذه الضرية إذن بالنسبة للفرد أن يبقى على قيد الحياة بالنسبة للنوع أن ينتج ذرية أكثر طيب ما هو مفهوم الصلاحية بتحديد أكثر كما ذكرت أن الصلاحية عندما نقول البقاء للأصلح الصلاحية ليست ميزة جسدية هذه الميزة مفردة مثلاً كان يمتلك الإنسان جهاز عصبي أو عضلي أو أسنان أو سرعة لا 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 بل إنها مقياس قدرة الفرد على الإنجاب أي أن يكون هذا الكائن الحي إنسان جاموسة فراشة طائر لذلك مدى تأثير احتمالية حصولك على الذرية يتبط بمجموعة من العوامل إن سميها الضغوط الانتقائية هذه الضغوط الانتقائية اللي هي العلاقة بينك وبين بيتك غير من مدى صلاحيتك باستمرار لا يجد شيء ثابت ونحدده إذن هذه العلاقة منذبذب أو لا هذه العلاقة منذبذب هي صلاحة الفرد مو ثابتة لا يستطيع أي شخص أن يراهن على هذا الأمر ويقول أنا أمتلك عقل إذن أنا بمنأة عن أي مخاطر الأسد يمتلك قوة عضلية وكذا إذن هو بمنأة عن أي مخاطر الطائر يمتلك عجلية حاسوب لا لا يجد هذا شيء وعندما نأتي إلى أي حاسوب أضخم حاسوب بالعالم ونسأل عن مدى تأثير العوامل الانتقائية اللي يتغير من صلاحية الفرد من اللحظة إلى أخرى لا يستطيع هذا الحاسوب يعني إلى ما لا نهاية مخاطر في كل كائن حي إلى ما لا نهاية لا يستطيع أن يحدد العوامل الخطر على الكائن الفلاني مثلاً نضرب مثلاً بالنسبة للإنسان كنا نعرف الإنسان اللي كان يعيش قبل أربعة مئة ألف تثمئة ألف مئة ألف سنة مع أفراد عائلته يعيش في الكهوف الإنسان الليان درطال وسؤاله هنا ما هي العوامل الانتقائية التي تؤثر على مدى صلاحية الليان درطال وعلى احتمال امتلاكه لذرية من بعده الجواب واضح ما هي الصلاحية الموجودة على الإنسان القوة الإنسان درطال كان قوي جداً عضلات مفتولة قصير فهذا شيء جداً نافع نعم الإنسان درطال يمتلك ضعف قوة الإنسان الحديث وأيضاً عنده ذكاء يعني كان يصطاد بطريقة جداً ذكية والحقيقة الإنسان الاندرطال يعني هناك من يصوره غبي هو شكله غبي لكن هو ليس غبي لدرجة أنه أحد الكاترة المختصية فقط في الإنسان الاندرطال راد يعرف فقط هذا الرمح اللي يضع في بداية في رأس الرمح يضع حجر على شكل مثلث من أجل أن يقتل الفريسة يصطاد بها الفرأس كيف يستخرجها من الحجر؟ يستخرج حجر معين بقى هذا الدكتور سبع سنوات لا يعرف كيف الإنسان الاندرطال يستخدمها بشكل مثلث كيف يقوم بكسر هذه الطابقة أو الصخرة ويستخرج منها بعد سبع سنوات قام بمحاكاة مع الكمبيوتر الكمبيوتر يعرف الجواب الإنسان ما عرفه اللي هو الدكتوراب بالبيولوجي اختصاص الانسان الاندرطال أن الصخرة بهذا الحجم يقوم بضربها ضربة وحدة بطابق أو بصخرة أخرى أصغر على الرأس على مقدمة الصخرة فتخرج منها قشرة هذه القشرة جدا قوية وصلبة فيقوم بعمل يعني رأس حربة لها طيب عمل رأس حربة كيف يثبتها في العصى في العودة التي يمتلكها الحقيقة هذا يعني فد أمر جدا صعب توجد أعتقد إذا لم أكن متهم بعض النباتات يستخرجها أو فد قير يستخرج تخيل هذا الإنسان يحفر بالأرض ثم يضع هذا القير ثم يحرقه ويجعل مجال لدخول الأكسجين وبالتالي يصبح فرن حال حال فرن الموجود بحيث يموع إلى درجة جدا كبيرة ويستطيع أن يعمل هذا الرمح لأنهي مسئلة حياة وموت يعني إذا انكسر الفريسة ممكن تقتله لكن السؤال مع ذلك كل ذلك هل القوة البدنية كافية من أجل أن تحمل إنسان نياندرتال لا توجد كثير من المهام الأخرى التي ينبغي عليها القيام بها من أجل أن ينتج ذرية مثل إيجاد الماء ماذا لو لم يستطع أن يجد ماء لا يوجد أنابيب مياه أو خزانات يجب أن يجد طعام ويومي يوم بيومه يعني لا توجد عدة ثلاجة أو سوبر ماركت يذهب إلى السوق من عدها يأما إصطاد فريسة يموت جوع لم تكن هناك لا مخزن ولا ثلاجات ولا أي شيء كيف هناك مخاطر أنه عندما ينزل إلى الكهف ويبحث عن قوت يومه هو على إدراية أنه الأزهار موجودة ممكن تأتي قطعان حيوانات الرنة على امتداد النهر أسفل الوادي هو يعرف بهذه الأمور بأكملها لكن هناك مفاجئة في الكثير منها أحيان لا تأتي هذه الحيوانات في الموعد المحدد هذا يوم يريدون الأكل قوات جسمية تنهد بلوم الثالث يكون أضعف ممكن اعترضتها مجموعة الذئاب أو تعترض إلى ممكن هذه القطعان غيرت مسارها لأنه هجوم عرضي من النيندرتال آخر في مكان آخر هذا بيأكمل سوف ينتج عواقب وخيمة عالية لأما يأكل اليوم لأما لا يوجد أكل سوف يكون هناك انخفاض لمدى صلاحيته أم لا يكون مؤكد رغم انتلاكه للقوة العضلية رغم انتلاك الذكاء انخفاض في صلاحيته من الممكن أن تلتهم أسود أو أفاعي بنفس الكهف الذي هو موجود به من الممكن أن يهجومون عليه مجموعة من النيندرتال الأخرى لا تحب أن يشاركهم في المكان الذي يستعدون به ماذا عن النار أفرض أسبوع كامل الدنيا مطر أسبوع كامل فإذا انطفت النار صعب علي أن يستطيع أن يشعلها مرة ثانية ماذا عن باقي الأشياء المجهولة التي لا يستطيع أن يتوقعها أبدا ماذا لو أصيب بمرض ماذا لو أصيب بعله إذا أصيب يكسر برجلة لا أحد ممكن أن يعيلة ممكن أن يقوم إليه بالواجب أفرض كل ذا أن يستطاع أن يحلهن هل تخطر على بال هذا الإنسان أنه سوف يقضي الإنسان آخر أخو اسمه الإنسان العاقل الهوموسابيان ويبيس بي يقضي عليها بالكامل الهوموسابيان اللي هو جد جدنا نحن البشر الحديث سوف يقضي على هذا الإنسان بالكامل لأنه عقله أذكى من عنده ميزة تطورية أكثر بالتالي سوف يستطيع الهوموسابيان ينسى العاقل جدنا إنتاج أسلحة أحدثني لأسلحة النياندرتال ويقضي عليها بالكامل إبادة جماعية أول إبادة جماعية بالكوكب طبعا ضغوط كثيرة أنا ذكرت جزء بسيط هذه الضغوط الانتقائية تأثر لك على النياندرتال لو ما تأثر تأثر بالصميم بل أنها تؤثر على أي نوع آخر وهي معقدة ومتعددة لا يمكن لأكبر حاسوب أن يتبأ بها إذن مفهوم الصلاحية عندما نقول البقاء للأصلح مفهوم الطاط مائع لا يوجد قياس ثابت ونقيس عليها ببعض الأحيان يمكن يعطي أفضلية لكامل من خلال التغيير الحاصل في بيته مثلا يمشي ووجد غزال يحتضر هذا أصبح أفضلية لهذا الإنسان أحيانا الأخرى لا يتم تفضيله عندما يذهب إلى الصيد وإذا بي يجد مجموعة من الأسود هاجم علي قطيع من الأسود أو الضبع لهذا لا توجد سمة واحدة بكائن بالإنسان أو بأي كائن حي أي نوع آخر كالقوة الجبارة أو خفة الحركة أو السرعة أو الأجنحة أو الذكاء يمكن أن تقض هذا الإنسان أبدا لا يمكن لأن الضغوط عليه يمكن أن تختلف من لحظة إلى أخرى من زمن إلى زمن من مكان إلى مكان بل من جيل إلى جيل إذن هذه الضغوط بين الإنسان وبين البيئة الانتقالية ما هي البيئة الانتقالية البيئة الانتقالية هي طريقة أخرى من أجل أن نفهم البقاء الأصلح الصلاحية التي هي التفكير بكونها تمثل مقياس تقاربي تلاعومي بينك بين الإنسان مهما تكون جاموس حشرة عبات شمس وبيان البيئة يجب أن تكون تلاهم بينكم بين البيئة يعني من خلال صفات كثيرة تمتلكها الأنواع كثرة البذور الشكل الغروي الجسم المكسوب بالريش أو بالفرو أو على سبيل المثال الذكاء سوف يمتلك كل فرد اختلاف طفيف في تلاهم مع من في تلاهم مع بيئته لأنه من النادر أن تجد أن يكون جميع الأفراد في أي مجتمع أحيائي نسخة مطابقة لبعثهم البعض أبدا دائما يوجد هناك اختلاف أو بالقليل بعض الاختلافات الولاثية حتى لو كان الدخل النوع الوحيد طفيف للغاية لأنه بشكل عام الفرد الأصلح في مجتمع الأحيائي هو الأنسب في بيئته طيب وإذا كان نصب في بيئته سوف يكون أكثر احتمال للتكاثر أما الفرد اللي تناصب سيء مع بيئته مثلا ذبابة ما تمتلك أجدها هذه سوف تكون غير ملائمة مع البيئة بالتالي سوف تنتهي على سبيل المثال الفهود عانت من انحصار كبير أصاب مجتمع الأحيائي تقريبا قبل عشرة آلاف عام بعدها تلتها عمليات تكاثرية واسعة جدا للمجتمعات الأحيائية الفهود اللي نجت لكن كانت هناك بعض المشاكل التشوهات في الحيوانات المنوية فازداد عدد الوفيات في الصغار بشكل جدا كبير نتيجة لهذه التشوهات مجوعة من الأمراض الأكثر من هذا أن بعض الفهود بدأوا يولدون بذيول ملتوية قسم لا بذيول مستقيمة الذيل المستقيم يستخدم وسيلة للاتزان بحيث هذا الفهد عندما يركض الذيل المستقيم يجعله يركض بطريقة مستقيمة تصل إلى 70 كيلو يعني تقريبا أبعد من بغداد الكربلة عندما يطارد فريسة من أجل أن ينقض عليها لذلك هذه الفهود التي ولدت بذيول غير طبيعي ملتوي ببساطة غير قادرة على موازنة تفسها مع البيئة غير قادرة على أن تصطاد بنجاح عندما قارنها بمن بالفهود ذوات الذيول المستقيمة اللي ذيلها سليم هنا يظهر اختلاف بالصلاحية اختلاف جدا كبير بالصلاحية الملائمة بين الأفراد وبين بيئتهم هذا أمر ليس له أي علاقة بمعركة فرد ضد فرد آخر بل بمدى تلائم هذا الفرد مع البيئة إذن العامل المهم الذي تلاعب بدرجة صلاحية في هذه الحالة ما هو هل ولدت الفهود بذيول ملتوية أم بذيول مستقيمة ولادتها بذيول ملتوية لا سوف تؤدي بها إلى الهلاق بذيول مستقيمة سوف تجعلها بدرجة أكبر مع البيئتها متوالمة على سبيل المثال نضر المثل نقار الخشب هذا الطائر مجهز بمنقار جدا قوي من أجل أن يحفر الخشب ويحفر على الحشرات لدرجة أنه عنده جمجمة متراسة قوية محكمة الدماغة تمنع الصوت أن يذهب للدماغ حتى لا يصاب بصداع وينتهي فالجمجمة مغلقة بالكامل يعني بسبب العمليات النقرة المتزايدة على الأشجار الميز هذا التقار الخشب أنه يجب أن يسمع الحشرات التي تصير داخل الأشجار حتى يبدأ وهو ليس كما يتفق أنه ينقر لا ينقر بعد أن يسمع صوت الحشرات من أجل أن يقتفي أثرها ينقر هذا المكان يستخرج يأكلها إذن تخيل أنه لا يستطيع أن يسمع هذا يذقب هذه الأشجار وإذا لا يجد شيء سوف ينتهي سوف يموت من الجوع مجرد خلل بسيط اللي هو السمع سوف يؤدي بالكارثة بينما نقال خشب آخر سمع سليم سوف يؤدي به إلى أن يتواعم بشكل سليم مع بيئته ويستطيع أن يسمع صوت الحشرات لذلك بسبب هذا الخلل في السمع فرصته في العثور على يرقات تضائل لو ما تضائل تضائل جدا تدهور صحته يموت من الجوع كذلك فرصته في العثور على شركة حياة ستكون أقل من نقال الخشب اللي سمع جيد كل هذا من أجل أن أصل إلى موضوع أقول بأن العامل البيئي الصهير للغاية جدا الذي يتمثل بأنه بنقال الخشب أنه مجرد أن صوته يسمع هذه الأرقاط داخل اللي خاف لتحت لحاء الشجر مجرد أنه خلال بسماع بسيط جعل انفسان بينه وبين البيئة الانتقائية صار جدا هذا الضغط الانتقائي اللي يظهر لك مدى التعقيد للبيئات الانتقائية حتى الإنسان أضرب لك مثلا الإنسان سليم معافي عند دائما أكل نقي صحي مياه صحية لكن أفرض يوم من الأيام صادف هذا الانسان أنه شرب مياه من ساقي أو أي مكان وتخيل أنه هذه المكان اللي شرب من الماء بموجودة مكروبات مكروبات كانت تكون سامة سوف تهاجم الجهاز المناعي في حالة تناول سلالة ضارة موجودة في هذا الماء من الممكن أن تصل إلى الدماغ وتسبب التهاف الصحية الدماغية الأمر الذي يقتل الإنسان في غضون ساعات فقط كثير تحدث هذه في أفريقيا أو آسيا في الدول البأسة دول الفقيرة وبالتحديد يحدث عن الرضا اللي ما يملك أدنى فكرة عن الضغوط عن الضغط الانتقائي باختصار الضغط الانتقائي ما يميز بين نبي وقديس أو طفل أو حشرة إطلاقا لذلك على سبيل المثال حاول أحد المليارديرية عمره خمسين سنة أن ينجو من الضغوط التطورية التي صارتها ساعة نتحدث بها بالتحديد أراد أن ينجو من الجراثيم بصرامة جدا يعني بحيث يتعامل على كل شيء صابون ومنظفات ومناديل ورقية ما يسلم على أحد مثل الرؤساء رؤساء اللي ما يصاف هنا أي أحد اللي قبل أن يدخل القصر الجمهورية يجب أن يتنظف خافي والصخيد رئيس الجمهورية أو يسبب له مرض الله يرحمه يعمل خرائب اللي شاروا عايشين بيها لكن هذا المليونير صاحبنا بالخمسين سنة هل يمكن أن يختبي هل يمكن أن يغزل نفسه أما طيب أنت نجيت من الجراثيم هي الحياة فقط جراثيم البيئة الانتقائية العايش بها فقط جراثيم ممكن زوجتك بالتحالف مع عشيق قتلك ممكن طيارة صاعد بها تنفجر في أي لحظة ممكن زلزال كما ذكرت لو تأتي بعشر حواسيم وتعطيهم سؤال عن الضغوط الانتقائية اللي ممكن أن يتأدي لها لكن الإنسان لا يوجد إلى ما لا نهاية لا توجد تقنية نستطيع أن نعزل أنفسنا بها عن الضغوط الانتقائية عن البيئة نح صح نحن نرتدي ملابس الدفينة أو أجهزة التكييف ممكن تبردنا لكن لا نستطيع أن نحمي نفسنا من أي شيء في هذا العالم من الجراثيم والبكترية أو عمراض الجسد وحدها لا تعد ولا تحصى ما عدى العالم الخارجي ما عدى الحوادث لا يوجد أي حسب ممكن أن يحدد لك هذا الشيء لا يوجد أي شيء أن يعيش بمعزل في مكان واحد رأسه عن قتل وبيأكملهم على سبيل المثال كينيدي من كان يعتقد أنه سوف يقتل رئيس أعظم دولة الإنسان جزء من هذا الكون بأكمله يعني يقال أنه حتى المشتري إذا صار بيشي الأرض بأكمله تتهدم يعني لربما تستقوى بالسوداء تهدم لك تلتهم لك المجموعة الشمسية بأكملها على سبيل المثال هناك حيات موجودة على بعد ثلاث كيلو مترات ونص تحت سطح المحيط تقريبا محيط الباسفك المياه هناك متجمدة الضغط على المتر المربع الواحد ثنين طن تخيل أنت جالس ثنين طن تجلس عليك هذه الدرجة الحياة مستحيلة لكن في هذا العمق الذي يستحيل أن يصل إلى كائن حي أو عشبي حتى ذوي شمس ما يصل هناك توجد هناك كائنات حي يسموها الديدان الملتحية هذه الديدان الملتحية لا تستطيع مقاومة النياة المتجمدة لذلك تحتاج هذه الديدان إلى طريقة تجعلها دافعة حتى تستمر بالمعيشة اللي يحدث هو أن تتأثر بيئة تلك الديدان الملتحية بوابل من المواد العضوية المتساقدة من فوق نباتات حيوانات بقية أسماك تنزل مثل نتف الثلج على القاع الأمر الذي سوف يؤثر بدورة على الحال الكيميائي للقاع مما يجعل تلك الديدان الملتحية شبه مدفونة دافئة في القاع وبالتالي تستطيع أن تتوائم مع بيئتها لا يوجد إنسان يعني يستطيع أن يعيش أو كائن حي يعيش بمعزل عن كل فرد أو كل نوع كل البشر والأنواع غارقة في شبكة معقدة من الضغوط الانتقائية التي تتطلب حلول بيئية من أجل فضل اشتباك إذن بالنهاية لا يضمن لك لا يوجد أي تكيف واحد فقط يضمن لك ونقول أنك تملك هذه الصلاحية في كل زمان وفي كل مكان هذا هو السبب تحديدا اللي يجعل علماء الوراثة علماء الوراثة يعتبرون أنه التنوع في الحوض الجيني هو المقياس لصحة المجتمع الأحيائي لماذا؟ لأنه إذا كان الحوض الجيني المجتمع الأحيائي العفو إذا كان الحوض الجيني به مطابق كليا تغير طفيف واحد بالبيئة يدمر لك المجتمع الأحيائي بالكامل مرض واحد يدمرهم بأكملهم لذلك هناك اختلاف هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن التنوع الوراثي هو طريق للنجاة طريق النجاة للجينات السليمة من أجل أن ترهب من أجل أن تهرب من كارثة الكارثة اللي يتحق بها ممكن إذن الأكثر صلاح للبقاء ينجو صحيح لكن في عالم بارغ التعقيد من الضغوط الانتقائية التي تتغير باستمرار لا توجد سما واحدة كالقوة المفرطة كالذكاء كالأجنحة كالسرعة تضمن البقاء على قيد الحياة في كل ظرف وفي كل زمان وفي كل مكان الأصلح يعتمد على مهيتك مكانك زمانك أرجو أن تكون مفهوم البقاء الأصلح واضح من أجل أن ننتقل إلى مفاهيم أخرى في نظرية التطور شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة